مواقف مشرفة قادتها مصر على مر السنين تجاه الأشقاء العرب وقضاياهم وخاضت معارك دبلوماسية لدعم الحق العربي والأفريقي في حياة مستقرة وأوطان محرارة وتنمية مستدامة استطاعت مصر على مر السنين أن تكون مساهما وداعما لحركات التحرر والاستقلال كانت مصر ولا زالت القلب النابض بمسؤوليته التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية فضلا عن دعم القضايا السلم والأمن الدوليين وعن كونها مساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدأت مصر جهودها مع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاستقرار المنطقة منذ إنشاء المجلس فمصر كانت ضمن الدول الإحدى والخمسين المؤسسة للأمم المتحدة وبدأت عضويتها فيها مع انطلاق المنظمة الدولية في الرابع والعشرين من أكتوبر عام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين منذ انتخاب مصر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي طرحت العديد من المبادرات التي تصب في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية وبما يصب في تحقيق الهدف الرئيسي وراء هذه العضوية وهو العمل على منع مسببات تهديد السلم والأمن الدوليين وفي ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي ترأست مصر في الثامن والعشرين من يونيو عام الفين وسبعة عشر اجتماعا بمجلس الأمن الدولي حول تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا أما بخصوص الأزمة السورية فقد أكدت مصر سعيها الدائم لحل الأزمة السورية وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة المشروع الأمريكي حول الهجوم الكيماوي في سوريا التي عقدت في الثاني عشر من إبريل عام الفين وسبعة عشر ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى التفاهم حول الأزمة خاصة وأن الحرب في سوريا سهمت في خلق ملاذ آمن لعشرات الآلاف من المرتزقة والإرهابيين في سوريا الذين يهدد وجودهم المنطقة والعالم بأسره فيما يخص القضية الفلسطينية طلبت مصر مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليتي تجاه حماية الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأكدت مصر أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر على جدوى الأعمال المجلس لنحو سبعين عام منذ نعقاده الأول عام الف وتسعمائة وستة وأربعين دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني كما أكدت مصر أن ترك القضية الفلسطينية عالقة دون السعي إلى حل حقيقي على أساس حل الدولتين يمثل قنبلة موقوطة ستنفجر حتميا وستخرج الأمور عن السيطرة في الشرق الأوسط فيما يخص الأزمة السودانية بزلت الدولة المصرية الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة والحيلولة دون الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم وشددت الدولة على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتأكيد على أن الأزمة في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين وتؤكد مصر دائما احترامها الكامل لإرادة الشعب السوداني ترجمة نانسي قنقر